التواصل الاجتماعي تحديداً الأهلوية رد عليها الزمالكوية وهي قصة قناة النادي الأهلي القصة اللي خرج فيها بعض الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بعض المسؤولين ربما الحاليين أو المنتمين أو أصدقاء المسؤولين الحاليين داخل قناة النادي الأهلي وهي عن أنه فيه اتنين قالت بعض فيديوهاتهم وصورهم القديمة أنهم منتميان إلى نادي الزمالك تشجيعياً والكلام هنا على الزميلة سارة محسن وعلى الزميل مينة ماهر سارة محسن مقدمة للبرامج ومينة ماهر مراسل في قناة النادي الأهلي واتنشرت لهم فيديوهات تحديداً المكتب اللي متصورة فيه سارة محسن اللي هي بتقول فيه كلام عن مطش الأهلي والنجم الساحلي أنه هي بتتمنى فوز النجم الساحلي وهي الزمالك طبعاً هو الواحد الطبيعي أن يشجعه ده مكتب البي بي سي يا زملتي تزملنا سنتين تقريباً في محطة بي بي سي الراديو والحقيقة أنه أشهد لسارة محسن أن هي إعلامية كما يقول الكتاب دائماً ما بتبحث عن التطور ودائماً ما تبحث عن المهنية وأنها بتنحي انتماءاتها جانباً ودي مؤسسة ومدرسة الحقيقة مدرسة البي بي سي فصارة محسن بالفيديوهات دي الناس اكتشفت أن هي زمل كويه نفس القصة على مينا ماهر من خلال بعض الصور اللي نشرت لي بتشيرت الزمالك وهو مع أصدقاءه في استاد كان بيشجع في يوم من الأيام الزمالك يعني دي الصورة بتاعت مينا ماهر اللي هو الشخص التاني من ناحية اليمين اللي بيرتدي هذه النظارات الشيك فالناس بدأت تنشر ودي صورة طبعاً مينا وهو مراسل في قناة النادي الأهلي الناس بدأت تنشر الفيديوهات والصور وتقول أنه زي اتنين منتميين لنادي الزمالك يدخلوا قناة النادي الأهلي لكن ما بيش حد في خلال عمل الاثنين سواء مينا أو سارة محسن انتقد أداءهم أنه هم مش أهلوية بأي حاجة سواء ألوها أو بإيماءة أو بتصرف أو بتصريح أو برأي حد ومن هنا لازم الواحد يبدأ يحاسب الناس من وقت شغله هل قصر في عمله في قناة هو بينتمي ديها قناة فئة أوية أعتقد أنه لأ سواء في خلال الشهور اللي اشتغلت فيها سارة أو اللي اشتغل فيها مينا اللي أنا برضو تزاملت معه فترة على مستوى تدريبي قصير يعني وبالتالي رغم الانتماء ده أنت ممكن تلومهم كمشجع أنه إزاي يبقى زمالكاوي يشتغل في قناة أهلي أو إزاي أهلاوي يشتغل في قناة زمالك لكن اللوم الأكبر يبقى على المسؤول اللي عينهم ولكن هو كمان اللوم الأكبر عليه ده ما يكونش اللوم كبير لأنه في الآخر هو مسؤول عن ضبط أداءهم هل أداءهم في خلال تعينهم كان في حاجة مش منطقية أنهما دعموا مثلا الزمالك الناس خديتها طبعا لشغل مؤامرات أنه لا ده في مزرعين جوه قناة الأهلي عشان يسربوا أخبارنا للمعسكر الآخر الزمالكاوي ودي برضو حاجات لا يعني ألوم فيها المشجعين لكن ألوم فيها اللي بيحركوا المشجعين في حاجات زي دي لأنه كل واحد وليه معايير إحنا بندرسها في الإعلام عايز أقول لكم حاجة أنه إنتو لو لمتوا لتنين أنهما زمالكاوية واشتغلوا في قناة الأهلي فإزاي تنحي أو إزاي تخالف انتمائك هو كل واحد في العالم ليه انتماء في أي اتجاه يعني انتماء بقى رياضي انتماء سياسي انتماء ديني بل أن البشر بطبيعتهم بيدوروا على أنهما يكون عندهم انتماءات أصلا لكن في شغلانة الإعلامي إحنا عندنا مشكلة أنه بعض الإعلاميين اشتغلوا في الإعلام كمشجعين مش كإعلاميين هو الإعلام أصلا دي وظيفة يعني هاني حتحوت اللي قدام حضراتكم ده المفروض من خلال دراسته ومن خلال شغله يعرف يشتغل في قناة الأهلي فتحسه أهلاوي ويعرف يشتغل في قناة الزمالك فتحسه زمالكاوي لأنه بيشتغل إعلامي مش بيشتغل مشجع حتى لو كان برا شغله بيخرب الدنيا تشجيع لنادي معين فأنت تحسبه على اللي بيقدمه يعني لعيب الكرة ده موظف مهنته لعيب كرة الإداري إداري موظف في البنك شغلته إداري في البنك أو موظف في البنك الإعلامي شغلته إعلامي مش مشجع فالخلط في الأوراق هو المشكلة والمشكلة الأكبر أنك تبقى متضايق من حد فتعاقب الحد ده بحد ملوش ذنب آخر حتة دي يا ريت نركز فيها كويس سمعنا تريفون طيب موسيقى 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 موسيقى